اشتركوا في القناة أبطال الهمم لهم منا كل المحبة والتقدير فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولقد جاءت مبادرة بانفقه لعلاج ذوي الهمم لتبرز طاقتهم الدفينة من خلال برنامج مكثف يمتد إلى عشرة أسابيع سيتولى علاجهم وتطويرهم من مختلف النواحي طبعا نوع من الفعاليات نشجعه في الوزارة ونشجع الشركات الخاصة أنها تقوم بالمسؤولية الاجتماعية بحسب ما ترتقيه الوزارة وبحسب ما يرتقون أهم وهذه الشركة هي اللي بادرت وهي اللي جابت الفكرة أن تعليم الأهالي والناس اللي يتعاملون مع ذوي الإعاقة كيف يتعاملون معهم بطريقة أفضل سيكون إن شاء الله متكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى ستكون إن شاء الله ورشة عمل لأولياء الأمور على أساس أن يعرفونهم عن مختلف أنواع ذوي الإحتاجات الخاصة على أساس أن يكون لهم علم عن كيف المراحل الثانية بتساعد أطفالهم بإذن الله المرحلة الثانية بتكون أساس منت معين حق كل طفل بيعرفونهم على شنو الألاج الأمثل إن شاء الله وبيكون لمدة تسع أسابيع البرنامج يمشي على الألاج بالفيزيو ثرابي والنوع المختلفة اللي إن شاء الله بتكون شركة أو سنتر تبع كيور مركزة على هاي الجهة من البرنامج دمج ذوي الهمم في المجتمع وإزالة الحواجز التي لا تزال غائمة بينهم وبين أفراده هدف رئيس لهذه المبادرة الإنسانية التي حركت الأمل بداخلهم ودفعتهم ليكونوا عضوا فاعلا في المجتمع أنا جاي عشان يعني قدموا لي علاج تأهيل وأنا حلم أن أصير مهندس كيميائي بإذن الله بإذن الله عشان أسوي دواء يعالج معاقين طبعا كان دورنا في البرنامج أن نحصل أعداد المشاركين سواء من المراكز الأهلية والمراكز الاجتماعية والمراكز الخاصة وبالتحديد أولياء الأمور لذوي العاقة أطمح أني أثقف في مجال الإعاقة الحركية وكيفية تعليمها وكيفية تأهيلها للحصول على أفضل تعليم وتأهيل لأطفالنا في البحرين طرق علاجية مبتكرة تلبي احتياجات الأطفال من عمر أربع أعوام وحتى إثني عشر عاما تركز على الارتقاء بهم من مختلف النواحي بتكون عبارة عن جلسات علاجية حق الأطفال والجلسات هاي احنا معتمدنا على جزئين فيه جزء اللي هو البيهيفوري الثيرابي اللي هو العلاج النمط التعامل التخاطب التفاكر عندهم أن نقوي فيهم الحسهاي والجهة الثانية اللي هو الجهة الفنية فعلاج بالفن سواء كان فن أعث اللي هو الرسم والنحت والمزايك والأخر برنامج مكثف يرتكز على نقل الأطفال من ذوي الهمم إلى عالم جميل ليأخذهم في رحلة نحو الشفاء من خلال فهم أوضاعهم والكشف عن إمكانياتهم الخفية لتمكينهم وتشجيعهم على التحرك نحو مزيد من التوازن والمتعة خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر